السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامليني احنا شباب ان شاء الله النهاردة الجزء التاني في التجار ان شاء الله. خلاص? وقفنا المرة فاتت عن الحتة اللي خلاص خلصنا الركن العام. واعتبر خلاص عرفنا لايه الاهلية وايه الردة والكلام ده كله. هنبدأ النهاردة اكتب في ركن تقديم الحصص كأحد الاركان الموضعية الخاصة للشركة. يعني في حصص بتتقدم. في حصص عينية. في حصص نجدية. هنعرف كلام ده كله. الحصص ان انا ممكن اقدم فيها وابقى شريك في الشركة او ممكن حاجة تخليني اخد نسبة من الارباح. ايه الحاجات دي? لكي ينعقد عقد الشركة صحيحا يجب ان يقوم كل متعاقد بتقديم الحصة التي تعهد بها. يعني عشان ينعقد عقد الشركة ده يكون صحيح لازم كل متعاقد هيكون عايز هيقدم حصة متعاهد بها. ليه مثلا مليون جيني هنعرف بتكون في كزا حاجة يعني. تمام? ولا يلزم ان تكون حصص الشركاء متساوية. يعني مش لازم في اربع شركاء في الشركة ما ينفعش ده واحد يدفع خمسة عشرين وده خمسة عشرين وده خمسة عشرين مش لازم مش لازم تبقى متساوية. ولكنها يجب ان تكون مقدرة. ويجب ان تكون الحصة حقيقية وليست سورية. يعني من الاخر ما تكتبش ان انت لك نسبة تلاتين في المية او مسلا انت هتقدم ارباح بتلاتين اه لا حصة بتلاتين في المية من الشركة وانت بتقدم في الحقيقي خمستاشر ما فيش الكلام ده. تمام? ولازم تكون مقدرة يعني لها مبلغ معين. وقال له اه ترتب على ذلك امكانية ابطال الشركة. يعني ممكن لو انت ما عملتش الحاكات دي لو هي ما كانتش حصة حقيقية او اه ما كانتش مقدرة ممكن ده يبطل الشركة. تمام? واذا يخلى عقد الشركة من تحديد الحصص اعتبرت الحصص متساوية. تمام? يعني لو عقد الشركة ده ما حددش الحصص كل الحصص متساوية. يعني يا سيد يعني انا وجدت كتابة عقد ما بين وما بين احمد وما بين حسام وما بين نور. وما حددناش حاجة في العقد. اه ما حددناش مسلا مقدار للنسبة ليه ده ومقدار للنسبة ده ومقدار للنسبة ده وكلام ده كله. هيبقى كله متساوي? اه هيبقى كله متساوي. تمام? كنوع من العقاب. خلاص? وتكون الحصة السورية ازا كانت مالا عديمة القيمة كبراءة اختراع زالت عنها الحماية ولا يشترد ان تكون الحصة التي يلتزم الشركاء بتقدمها من طبيعة واحدة. فعندنا كزا حصة من الحصص. عندنا حصة نقضية. حصص عينية. حصة على وجه الانتفاع. الحصة بالعمل. هنعرف كل واحدة ازاي تقدم حصتك. اول حاجة الحصة النقضية قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مبلغ من النقود. يعني تكون مبلغ من النقود ويتعين على الشريك في هذه الحالة. اه حصته النقضية التي تعهد في الموعيد المتفق على ها. يعني انا ممكن اول حاجة اقدم بحصة نقضية. الحصة النقضية دي احنا اتفقنا في الشراكة. ان فيه وقت معين هتديكم في الحصة دي. فانت مفروض تقدمها. المشرع المصري قد وضع حكما خاصا تشدد فيه مع الشريك. الذي يتأخر في اه تأدية حصته في المعاد المتفق عليه. يعني لو انت مقدمتش الحصة اللي انتو اتفقتوا عليها في المعاد المعين. هنا في عقاب ليك المشرع المصري عملوه. نص على سوريان الفوائد القانونية من وقت استحقاق الحصة. يعني ايه يا سيد? يعني احنا لو عملنا شركة ما بيننا احنا الاربعة. واتفقت ان انا اديك الحصة. مسلا الشهر الجاي وما ديتها لكش. فلا مش هتاخد ارباع يا حبيبي. الا لما تدفع الحصة دي. من اول لما تدفع الحصة تبدأ ارباحك تبدأ تعد. يعني مسلا سايد. احنا قلنا. امالنا? عقت وقلنا ان انا ههديك الحصة النقدية بتاعتي. مسلا الشهر الجاي. يوم تسعة. يوم تسعة جاه وانا ما دفعتش ايه الحصة النقدية. ايه اللي يحصل هنا? اللي يحصل ان انا مش هاخد اي فوائد. مش هاخد اي ارباح من الشركة. الا لما ادفع المبلغ. اللي هو مسلا يوم خمستاشر بقى ستاشر. دفعته مسلا يوم ستاشر. تبدأ بقى ايه? الارباح تعد عندي. خلاص? اه خلاص قلنا دي من غير الحاجة. الى مطالبة قضائية. مش لازم تطالب قضائيا او اعذار حتى. وذلك خلاف للقعدة العامة. التي تقضي بسوريان الفوائد من وقت المطالبة القضائية. يعني ده غير. مش لازم تطالب قضائيا. ده بكده بيخالف العام. بس ده عشان في المصلحة. خلاص? فالمهم ان مش لازم مطالبة قضائية. مش لازم اعذار ولا الكلام ده كله. بتصري الفوائد من اول لما تدفع الحصة بتاعتك. خلاص? تمام. اه واجازة مطالبة الشريك بالتعويض التكميلي. ولو لم يكن سيئ النية. لو ما كانتش سيئ النية. ممكن ياخد تعويض ما فيش مشكلة. وذلك خلافا للقواعد العامة. ده برضو بيخالف القواعد العامة. وذلك حتى لا يؤدي تأخير الشريك الى اضطراب الشركة. يعني تأخير الشريك ده برضو عشان ليه يا جماعة? ليه المشاريع المصري عمل الكلام ده? وبيقول لك مش هتاخد اي ارباح الا من تاريخ اللي بيتحدد لك. علشان يا جماعة الشركة هتضر لو هو ما دفعش الحصة دي ممكن يحصل لها حاجة. فلازم يدفع الحصة بسرعة. فعشان كده عمل له الحوار ده. المهم خلاص عرفنا ايه الحصة النقضية? وعرفنا ان انت بتبدأ تاخد ارباحك من الوقت الاستحقاق. خلاص? اه واقولنا ممكن ياخد تعويض اجازة انه ممكن ياخد تعويض لو هو مش سيئ النية. يعني مش بيعمل الكلام ده كله بمزاج. يعني انا معي مليون جني. والمفروض اتفعها في شهر تسعة الجاي. جاي شهر تسعة ما دفعتش الحصة النقضية اللي هي مليون جني. اخرتهم ليوم ستاشر. بس انا كان عندي مسافر حصل اي مشكلة عندي فما اقدرش دي يوم. فممكن اخد تعويض تكميلي اه اطالب بيه عادي مفيش اي مشكلة. ده اللي اعمله لك. لكن لو انت سايق اني قلت اخلي المليون جني في جيبي ممكن ان الشركة تفشل ولا حاجة. لا ده غلط. وكده انت مش تاخد اي ارباح لساعتها. تمام? الحصة العينية قد تكون الحصة شيئا اخر غير النقود. يعني مش لازم نقود من الاخر عشان تكون لك حصة في الشركة. كأن يتعهد الشريك بتقديم عقار كقطعة ارض او مبنى او بعد انتقال ما نقول ما اديك الات والمهمات وهي نوعين. يعني من الاخر ان انا ممكن اقدم حصة بطريقة تانية اللي هي عقار ارض اي حاجة. اي حاجة عينية. العين يا جماعة اللي هو اي حاجة تقدر بالنقود. اما زي عقار زي اي اي حاجة بتقدر بالنقود. اما يا جماعة النقود هي حاجة وحدها. تمام? المهم في نوعين من الحصة العينية. اولا الحصة العينية على وجه التمليك. نقف هنا ونركز كويس. عندنا نوعين من الحصة. حصة على وجه التمليك. وحصة على وجه الانتفاع. من الاخر كده لو انت ركزت في وجه الانتفاع دي معناها ان انا بأجر لك الحاجة دي. يعني من الآخر أنا بادخل بحصة بس يعتبر بأجره لك فاهم زي يعتبر فكرة الإجار أما وجه التمليك أنا بملكها لك وهنفهم كل واحدة دلوقتي بالتفصيل إذا قدمت الحصة العينية على سبيل التمليك ندخل على الأول حاجة سبيل التمليك فإنها تخرج نهائيا من ملك صاحبها يعني لو أنا سيد عملت شرقة شراكة مع أفراد المهم فيه واحد عايز ينضم لنا بحصة عينية فقال لي أنا هقدم لك أو أي حاجة من مثلا والأوتوبيس ده هيشتغل تبع الشركة كده هو طلع من مالك طلع من ملك صاحب الأوتوبيس ده ودخل في ملك الشركة نهائيا ولكس بقى إيه اللي هيحصل هنا وتصير جزء من الضمان العام للمقرر الدائمين وهيتحمل هلكها الشركة لكس في الحتة دي كويس يعني يا جماعة من الآخر الحوار هنا حوار بيع يعني إيه حوار بيع يا سيد يعني أنا عايزا نضم للشركة قلت هتديكم الأوتوبيس واعديكم على وجه التمليك معنى كلمة على وجه التمليك دي من الآخر لو أنت ملكز معايا كده يعتبر أنا بيع لك الأوتوبيس وبقول لك خد فلوسه تمام؟ بيع لك الأوتوبيس مسلا وبتنين مليون جنيه وأنا بقدره على إنه نقود فبقول لك خده ويدخل بالحصة دي دي الحصة العينية أنا يعتبر بيعقول لك في الفهم يعني فاهم؟ عشان تفهم الحتة ماشية إزاي يعتبر ده بيدخل كده بيطلع من زمتي نهائيا وبيروح للشركة أنا مليش دعو بيه بيكون ضمان للدائني العام يعني لو حصل إفلاس للشركة الأوتوبيس ده بيدخل من ضمن المبلغ للشركة بيقدروا يحجزوا عليها وكمان الشركة لو حصل حاجة في الأوتوبيس ده هي اللي بتتحمل هلكة كأن خلاص أنا دلوقتي كده مليش دعو بالأوتوبيس ده أنا شاركت بالحصة دي ودخل للشركة نهائيا تمام؟ وركز في الحتة دي إن هتدي اللي هتفرق ما بينه وما بين التانية إذا كانت الحصار عقارا واجب القيد في السجل العقاري يعني لو هو كان الحصة دي كانت عقارا لازم تسجلها في السجل العقاري تمام؟ لانتقالة الملكية من الشريك إلى الشركة تمام؟ زي ما احنا قلنا لإن ده جماعة إحنا بننقل ملكية عقار مثلا ده طبيعي في البيع إن لازم نسجل عقاريا ده نفس الكلام برضو لما تيه تدي سبيل على وجه التملك حصة على وجه التملك برضو لازم تسجلها لو كانت عقار عقار تمام؟ فإذا هلكت الحصة بملكيتها للشركة وقت تبعت الهلاك على الشركة يعني لو الشركة خدته وبوضع عندها هي اللي تتحمل الهلاك وإذا كانت محالا تجاريا لازم القيد في السجل الخاص لو محل تجاري لازم نعملها في السجل الخاص ببيع المحلات التجارية كذلك إذا هلكت الحصة وقتة طبيعية برضو نفس الكلام لو اديت المسلا المحل كان محلا وهي بتسجله في السجل العقاري الخاص تمام؟ في السجل العقاري أيها السجل قصدي السجل الخاص ببيع المحلات التجارية لو هلكت مع برضو الشركة بتكون على حساب الشركة إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في زمة الغير فلا ينقضي لو بيقول لك إيه إذا كانت الحصة اللي قدمها الشريك ده هي ديون له في زمة الغير فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون لو أنا عليها الديون لازم أسددها الأول وبعد كده يكون أعديها للشركة عادة الحصة دي ما فيش أي مشكلة ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم يتوفى الديون يعني لازم يخلص الديون اللي عليه عند حلول أجالها ومقتدى ذلك الشريك يكون ضامنا ليسار مدينه في الحال والاستقبال وذلك خلافا للقواعد العامة في حوالة الحق التي تقصر ضمان المحيل على وجه الحق وعند انقضاء الشريكة وتصفية تركز الحتة دي دخلنا في حتة مهمة جدا تمام بيقولك لو انقضت الشركة لو أنا الشركة اللي اديتها الأوتوبيس اديتها العقار اديتها المحيل اللي بتاعي وهي سجلته والكلام ده كله المهم عايز انقضي الشركة هل أنا أخد أوتوبيس اللي اديتها لهم هل أنا هاخد الشقة أو الأوتوبيس أو أي حاجة اللي اديتها لهم أو المحيل اللي اديتها لهم هنعرف دلوقتي بيقولك لا تعود الحصة التي قدمت على سبيل التمليك الى ملك صاحبها وانما يوزع ثمانها بعد سداد ديون الشركة على الشركاء جميع يعني ايه الكلام ده سيد يعني لو انا الشركة انقضت الوتوبيس ده بينقسم وبتروح لجميع الشركة مش لازم يجي لنا هنعرف دلوقتي واذا كان الشريك يقدم الحصة العينية للشركة لتخرج من زمته تماما وذلك حتى يهرب من ملاحقة الدائنين يجوز للدائنين اعادتها مرة اخرى عن طريق الدعوة البوليسية وليعرفنها يعني ايه سيد كده يعني انقضت الشركة معنا كده ان مش لازم انا اخد الوتوبيس اللي انا داخل بيه لا احنا بنقسم الاول نشوف حصل خسائر حصل اي حاجة الشركة تماما انا اقل اي حاجة المهم بتقسم ومش ضروري ترجع لك بس ممكن ترجع لك في حال لو انت المبلغ اللي انت مفروض يجي لك هو مبلغ الاوتوبيس فممكن تسترده هنا ساعته او تغده انت كده اعتبر يا جماعة انت كده بتاخد نسبتك ومش لازم يكون الاوتوبيس يعني دي معناها ان المشازم يكون نفس الاوتوبيس اللي انت داخل بيه وركز في النقطة دي لانه مهمة جدا حل حل خلصنا الحتة دي وبيقول لك الحتة دي على الشرحات عشان انت مش عارف معنا الدعوة البوليسية عشان فرقة تانية واذا كان الشريك يقدم الحصة العينية للشرقة لتخرج من زمته تماما وذلك حتى يتهرب من مرحقة الداينين يعني لو مثلا وقت استحقاك لدائن اه لدائن ان هو يقديله مليون جنيه والاوتوبيس بتاعي بمليون جنيه فالمهم اه عشان اتهرب من الحاجة دي عشان اتهرب من الدين بتاعه ساهمت بالدخلت بالحصة بتاعتي لو الاوتوبيس ده في شركة كده عشان اتهرب من الدائن ده فممكن الدائن ده يرجع عليه بالدعوة البوليسية وياخد الاوتوبيس من الشركة مايقف تنفيذ يعني ويتم الحجز عليه خلص فعلنا الحتة دي سالسا الحصة العينية على وجه الانتفاع عرفنا على وجه التمليك وعرفنا الحوارة بتاعتي تعال نعرف على وجه الانتفاع وان قدمت الحصة على سبيل الانتفاع فانها لا تخرج عن مالك صاحبها بل تظل ساكنة في زمته يعني يعتبر زي الايجار زي ما قلتلكم الايجار انا بأجر الواحد شقة تمام بس لسه بتبقى في ملكيتي بس هو بيستعملها على وجه الانتفاع نفس الكلام اللي بيحصل يعتبر في الشراكة ولا يكون للشريك للشراكة من حق سوى الانتفاع بيها يعني ان هي تنتفع بيها بس تمام وتطبق على الحصة في هذه الحالة الاحكام العامة المتعلقة بالايجار زي ما بقول لكم وبذلك اذا هلكت الحصة بسبب لا دخل الاراضة الشركة فان هلك هيكون على الشريك يعني مثلا لو الشركة انا اديتهم الاوتوبيز كحصة عينيه على وجه الانتفاع فالمهم هي بتنتفع بيه هو بيأظل في ملكيتي فالمهم لو الشركة لو الاوتوبيز ده حصل له مشكلة او قصر او حصل اي حاجة يعني زيز قصر اي حاجة لو الشركة ما كانش دخل لها فيه فانا بتحمل الشريك بتحمل اي مشاكل فيه لكن لو الشركة ذات نفسها هي السبب في الحور ده هي اللي تدفع الثامن الزيز ده او الحاجات دي خلاص تمام ويتعين على الشريك في هذه الحالة ان يقدم حصة اخرى وإلا اقصى عن الشركة وللشركة ان تطلب منه حصة جديدة يعني ممكن تطلب منه حصة جديدة واذا امتنع نقوم به على نفقته او تطلب الفسخ ولما كانت الحصة العينية المقدمة على سبيل انتفاع تبقى على ملك صاحبة فلا يجوز لدائني الشركة التنفيذ يعني ما ينفعش ينفذه عليها لان هي في ملك الشريك انا في ملك الشريك دلوقتي ما ينفعش يا شركة لو حصل لك مشكلة او افلاستي ينفذه ويحجزه على الاوتوبيز بتاعي لا ده ملك نية فما ينفعش يحجزه عليه ويكون ضمان عام للدائنين ويحق للشريك استداد هذه الحصة عند انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها او من تصفية الشركة يعني حصل تصفية او حصل انتهاء للعاد اللي احنا كنا عاملين من وضع المتفق عليها يعني بترجع لي عادي مفيش مشكلة يعني يعتبر على وجه التمليك يعتبر بيع وعلى وجه الانتفاع يعتبر ايجار في المعنى في ما معناه خلاص تمام خلاص عرفنا في حصة بالنقود وحصة عينية وقسمنا الحصة العينية الاتنين تعال نعرف الحصة بالعمل الحصة بالعمل قد يتعاهد الشريك بتقديم عمل يؤدي للشركة فتصيب منه نفع مادي كخبرة الفنية مثلا يعني ايه يعني انا هخش بحصة بس مش بحصة عينية مش بحصة نقضية انا هشتغل ويبقى ليه نزبة في الشركة دي تمام؟ كخبرة مثلا وتسمى الحصة في هذه الحالة الحصة بالعمل يجب ان يكون العمل جديا في نجاح الشركة وبذلك قضية بان العمل التافه الذي لا يعود على الشركة بنفع ولا يساهم في نجاحها لا يعد بمساب حصة يعني من اخر انت لو عملك ده كان انت مثلا تدلي شركة مدير شركة هقول له هشتغل معكم مدير وانا هلية نسبة من الارباح لو انت يا مدير معرفة تشتغل يعني وتبقى على وجه نفع للشركة ان انت تجيب له فلوس والكلام ده يبقى انت ملكش لازمة معناها كده سيد لو انا جبت واحد يشتغل ومعرفش يعمل نفع للشركة ده اعتبر لا يحسب شريك تمام؟ لان هو لازم يعمل نفع ولازم تكون حاجة جدية عشان انت داخل بحصة بالعمل تمام؟ تمام؟ ولا يعتبر شريكا بل اجير كعمل السكرتيري يعني ان انا اعتبر بديك راتب شهري ما يتخشش بقى كحصة عمل تمام؟ ومتى كانت حصة الشريك عملا معينا واجب عليه ان يكرس نشاطه للقيام بما تعهد به وامتنع عليه مزاولة ذات العمل الحسابه الشخصي يعني ما ينفعش يشتغل لحسابه الشخصي لأ انت بتشتغل لحساب الشركة لحساب الشركة بالكامل تمام؟ ما ينفعش لحسابك الشخصي او لحساب الغير فان خالف الشريك هذا المانع او اصابه منه كاسبا يعني انت لو كسبت من الكلام ده انت شغل الشركة انا جيبك مدير عشان تنفعني الشركة وانت حصتك بالعمل فانت ما ينفعش ولا تشتغل لحسابك الخاص ولا من برضو تشتغل لحساب الغير ليه؟ لان انت بتشتغل لي انا ولازم تنفع الشركة باسم الشركة ما ينفعش تعود عليك انت بمكسب لوحدك تمام؟ ولو عمل الكلام ده كله بيقولك وجب عليه رده للشركة بعد ان يكون قدم لها حسابا ولكن يحق له القيام باعمال اخرى بشرط عدم نقص مجهود في الشركة يعني ممكن تشتغل في اي شغل تاني في الشركة يعني معنا كده يا سيد لو ان مسلا دخلت مدير بحصة بالعمل تمام؟ اشتغلت للشركة دي فالمهم ان انت ما ينفعش تشتغل بالنسبة للشغل بتاع الشركة نفسه ما ينفعش تشتغل لحسابك الخاص تكسب منه او لحساب الغير حتى لا انت بتشتغل للشركة بس بس ممكن تعمل شغل تاني ما يقصرش على مجهود الشركة يعني مسلا افتح سوبر ماركت افتح اي حاجة جانبية ما بتقصرش على شغل للشركة فما فيش مشكلة عني خلاص؟ اه تمام ولكن اه دي تمام قلنا اه تمام ويعتبر تعهد الشريك بتقديم اه عملة كحصة في الشركة عمله فيه كحصة في الشركة من قبيل الالتزامات المستمرة وعلى ذلك فان تبعت هلاك الحصة تقع على عاطقه معنى ايه الكلام ده يا سيد؟ معنى ايه؟ يعني بيقولك الحصة بتاعتك انت حصتك بالعمل طيب يا سيد تخيل بقى الرجل ده لو مرض تخيل لو حصل له حاجة ايه اللي هيحصل؟ هنا بيقولك انه هو لو مرض حصل له عجز عجز كله عن تأديته اثناء حياته الشركة اعتبر متخلفا عن اداء حصته وانحلت الشركة بالنسبة لها يعني من الاخر يا سيد لو واحد تعب او حصل له مرض جزئي او عز مرض كلي او اي حاجة المهم انه هو لو تعب وما كملش شغل خلاص انحل الشركة انت كده كده مقدم حصتك بالعمل فانت لو ما بتشتغلش هتاخد فلوسه على ايه؟ تمام؟ حيط تاني مهمة بس كده طبيعيا اه وبعد حل الشركة وتصفياتها يحق للشريك استرداد حرياته في التصرف فيه وقت اه وقتها والحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس المال للشركة منهاش دعو برأس المال للشركة دي حاجة او دي حاجة تانية خالص اه لانها لا تعتبر مالا قبل التنفيز الجابري عليها ولا تعتبر من الضمان العام فيتكون فقط رأس مال الشركة يعني منهاش دعو اي حاجة لرأس مال للشركة لا انت شغال بالعمل بتاخد مثلا قلت لي هشتغل للشركة ده وايه عرباح والكلام ده وبس ليه نسبة عشرة في المية. يبقى انت اول لما تتعب او يحصل لك حاجة او ما تكملش شغل انحلت الشراكة. ملكش دعوه بقى برأس مال الشركة ولا اي حاجة تخص الشركة ولا ضمان عام للدائنين ولا الكلام ده كله. حين? اه دون الحصة بص بقى في الحتة دي بيقولك ايه? لانها لا تعتبر مالا قبل التنفيذ الجابري عليها. يعني ما تنتنفيذ عليها جابريا. ولا تعتبر الضمان العام فيتكون فقط رأس مال الشركة من مجموعة الحصص يعني يعتبر رأس مال الشركة من حاجتين بس. حصص عينية وندقة دون العمل وركم في الحية تالية انه ممكن تجيبك في اختار. بيقولك يتكون رأس المال راواس مال الشركة من حصص بالعمل حصص بالعمل والحصص اصلي بالنقدية والنقدية والعينية حصص بالنقدية التلاتة يعني لا عندما نختار اللي هي اول واحدة وتانية واحدة نقضية وعينية دي اللي رأس من الشركة لان دي تقدر بالنقود اما الحصة بالعمل اللي تقدر بالنقود تمام الحصة بالاقتمان ودي اخر حاجة يمكن ان تكون حصة احدى الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها وذلك لان الثقة التجارية لها قيمة كبيرة كالاسم التجاري لانها تكون ذات اهمية كبيرة في التعامل اليسير مع التجار يعني دي حصص بالاقتمان ان هي ما بين السقة ما بين التجار ودي ما خدناهاش بالتفصيل الحصص التي يتركب منها رأس المال مبدأ سباة رأس المال يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقضية والعينية واحدة واحنا اللي قلنا ورا دون الحصص بالعمل او الحصص بالاقتمان تمام والحصص بالاقتمان دي عشان تفهمها اكتر ان انا بسك فيك تجاريا فبقى اديك حاجات معينة تجاريا عشان تشتغل عليها حل? ولما تخلصها تدين المبلغ بتاعها يعني. اه ماشي دون الحصص وحدها في الضمان العام للدائنين وده اللي قلناه وده اللي قابل للتنفيذ الجابري. ورأس مال الشركة. يعتبر عن مركز الشركة بدقة موجودات الشركة. او طريبا مفروض من جهودات. اي ما تمتلك الشركة من اموال سابتة او منقول واجب على الشركة دائما الاحتفاظ بموجودات لا تقل عن قيمة رأس المال الذي بدأت اه حياته بها. لانه هو الحد الادنى الضائمين. يعني مهم ما ينفعش اه يكون في مساس باي حال من الاحوال في اموال الشركة والكلام ده. بذلك ازا تبين نقصان قيمة موجودات الشركة او تساوت عن رأس مالها انتنع على الشركة توزيع الارباح. يعني ما ينفعش توزع الارباح لو نقصة من المبلغ الموجود في الشركة. يعني من الاخر ركز في النقطة اللي انا المهمة. الشركة بدأت بمليون جنيه. حلو الشركة دي كلها على بعد مليار جنيه يا عم. او لا مليار كتير برضو. اه خمسة مليون ميت مليون يا عم. لو الشركة بدأت بميت مليون. لو في الاخر الارباح بتتوزع كل سنة. حلو يا سيد. جاب عدم معدة سنة والارباح لقينها اه مفروض هي بقى ميت مليون. فالمفروض لو الارباح هيبقى مية وخمسة مية وستة. تخيل بقى كان في ربح وخسارة وربح خسارة ومش عارف ايه? المهمة صفصفت في الاخر عدى ستة وتسعين مليون. يعني خسروا كام اربع مليون. هل هنا يا سيد لو في ربح مسلا ستة مليون وخسارة كزا مليون ستاشر مليون اي حاجة. المهم كان في ربح وكان في خسارة. فهل كده يا سيد اوزع الربح والمبلغ بتاع الشركة الاساسي اللي هو ميت مليون نزل لستة وتسعين? لا. يعني ايه سيد? يعني لازم يعد الميت مليون? اه لازم يعد الميت مليون. عشان تقسم الارباح ما ينفعش المبلغ الاساسي للشركة ينقص. يعني لو انا بادئ بمليون والمبلغ بعد سنة عدت سنة بقى مليون واحد نوزع الواحد. ده الارباح نوزع الواحد. ما ينفعش نوزع من سعر للشركة. مسلا. اه جبت بعد مليون بعد سنة بقى نص مليون. دي كده رمسيبة كبيرة او تمنمية الف مسلا. كده ما يتقسمش الارباح. خلاص? فهمنا الحوار ده يعني لو قلت عن السعر القيمة الاساسية لموجودات الشركة اي مبلغ فيها ما ينفعش تقسم الارباح الا لما تزيد عن المبلغ الاساسي للشركة. ده اللي حتة اللي هي بتبقى موجودة. اما ازا تضح زيادة في قيمة موجودات الشركة. فان ذلك يعني ان الشركة حقت الارباحا. وبالتالي يمكن توزيع الارباح بشرط لا يؤدي الى نقصان موجودات الشركة للحفاظ على مبدأ سبات الرأس المال. يعني من الاخر يبقى فيه سبات رأس المال. عشان تقدر لو حصل اي مشكلة للشركة. او حصل اه ان هي افلست. فيقدر نحجز على الشركة بالمبلغ اللي فيها. ونقدر يبقى ضمان عام للدائنين. يعني من الاخر ما ينفعش لو انت عدت سنة. والارباح بتاعتك ما عدتش المبلغ الاساسيلي الشركة اللي هو زي ما قلنا في المسال. فده ما يبقاش لي اي لازمة ومش هتحقق الربح يعني مش هتقسم ارباح بعد السنة دي. نستلى بقى للسنة الجاية ولو زادت على المبلغ الاساسيلي بنقدم بنقسم الارباح. تمام. تعال بقى نعرف ايه ركن تقسيم الارباح ده? ازاي يقسم الارباح والخسائر كاحد الارقان الموضوعية الخاصة. كده بقى ندخل في الموضوعية الخاصة خدنا في الموضوعية الخاصة جزء منها المرة فاتت. نكمنه دلوقتي. احنا كل ده خلي بالك. احنا بنتكلم يعتبر عن الحتة الجزء اللي فات اللي احنا خدناها اللي هي اه احد اركان الركن الخاص برضو. ودي حاجة تانية. يعني احنا كنا بناخد تعريفات للحصص النقدية والكلام ده. واخلي بالك ركز في الحتة مبدأ سبات رأس المال دي. مبدأ سبات رأس المال للشركة. يعني ما ينفعش اقسم الارباح. لما تقل عن مبلغ الاسسي للشركة. لازم يكون اعلى من المبلغ الاساسي. بعد سنة بعد عشرة صنين اي حاجة في الوقت انتو بتقول له تقسيم الارباح. يبقى لازم تعدى المبلغ الاساسي. تمام? التمييز بين الشركة والجمعية. هنعرف الاول نميز ما بين الشراكة والجمعية. وبعد كده نعرف ازاي نقسم الارباح والخسائر. تمام? يعد دكتسام الارباح والخسائر رقنا جوهريا في عاد الشركة. يعني ده حاجة مهمة جدا. وهو الذي يفرق الشركة عن الجامعية. يعني ده اللي بيفرق ما بين الشركة والجامعية. آآ فالشركة في الشراكة او الشركة نزام نفعي اناني يهدف دائما الى تحقيق الربح المادي. بينما الجامعية جماعة زي صفة مادية دائما مكونة من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي. يعني من الاخر كده الشركة هدفها انامي. ما يهمنيش اي حد. انا يهمني في الاخر ان انا طلع فلوس كتير. تمام? اما الجامعية مش مش دايما بتكون بتبقى عايزة ربح مادية. وبذلك تخرج عن الشركات. وتعد من الجامعيات الابنية القانونية التي تتألف للدفاع عن مستهلك الكهرباء. مية. تخفيض اسعار. تأمين تبدلي. جمعية تعاونية. توافر احتجاجات اساسية لانها لا تهدف لتحقيق الربح. يعني من الاخر الجامعية ما بتبقاش عايزة مصلحة الربح بس. ممكن تبقى عايزة مصلحة الناس تانية او شخص تانية غير يعني. اه اما الشركة اهم حاجة انا انانية. اهم حاجة املك جيب بس. تمام? كده فهمنا الحتة دي. فهمنا الفرق بين الشركة والجامعية. تعال نعرف فقط كيفية توزيع الارباح والخسائر وبطلان شركة شراكة الاسل. الحتة دي مهمة جدا اه ركز فيها اهم حاجة البطلان اللي هو اه اه الوضع الاسد ده هنعرفوه برضو. يلا بينا. طريقة اكتسام الارباح والخسائر مرهونة باتفاق الشركاء. ينزمون كيفما يشاء غير ان هذه المشيئة مقيدة بعدم جواز تضامن عقد الشركة شرطا يجضي بحرمان احد الاشخاص من الارباح او باعفاءهم من الخسارة. ركز في الحتة دي كويس. انا هسيبكم براحتكم ده القانون بيقول لكم انا بسيبكم براحتكم وانتو بتعملوا عقد. مسلا انا سيد حسام نور. عملنا شركة. حلو? فقولنا سيد ياخد نسبة ستين في المية. حسام عشرين نور عشرين. واللي يتحمل الخسارة نور اربعين حسام اربعين سيد اشرين. بص سيد نسبته اكتر. ونسبة يعني ان هو يدفع خسارة قليلة. عادي. كلام ده كله لعبوا في العد براحتكم. بس في حاجة. ان انا ما ينفعش اقول مسلا ان نسبة سيد مية خسارة سفر. حسام ونور خسارة خمسين خمسين. ما ينفعش. كده انا بعفي بعفي ركز الحتة دي كويس. بعفي سيد من الخسارة. وبعفي حسام ونور من الربح. يعني هم ما بيكسبوش خالص ولا ما بدفعش اي خسارة. ما ينفعش. لو الشرط ده وجد اسمه شرط الاسد. وكده العقد ده بيكون باطل بطلان مطلق. بص هو. وشرط الاسد. باطل لانه يتعارض مع جوهر الشركة. حسب تعريفها. بل ان هذا البطلان يلحق عقد الشركة ذاته. ويؤدي الى اعتبار الشركة لاغيا لان من خصائص الشركة ومستلزمتها المساهمة في الربح والخسارة. يعني لازم اساهم في الاتنين. التي تنتج عن المشروع المشترك. فاذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او اعفاقه من الخسارة انهار ركن من اركان العقدة الاساسي. يعني كده يا سايد بتقول لي ان ممكن سايد ياخد نسبة اعلى. وخسارة ممكن يتفعها قليل اه ممكن. اتفقوا بقى. ما في رضا. قلنا في حاجات مهمة. تمام. خلاصنا الحوار ده. يعني من شرط الاسد بسرعة تاني معناه ايه? معنى شرط الاسد? ان انا لو باع في شخص من الخسارة او باع في قصدي شخص من الربح او بخلي شخص يدفع كل الخسارة او باع في شخص من الخسارة باع في من الربح او باع في من الخسارة. كده وجد شرط الاسد. فشرط الاسد ده بيبطل العقد بطلان مطلق. يعني ايه كنه مش موجود اصلا. نعم او الشرط يعني ده. الشرط خلي بالكو مش العقد معلش الحتة دي مهمة جدا. مش العقد بتاع الشركة. لا الشرط ان انت بتقول شرط الاسد ان هو الشخص ده مالهوش ربح خالص او مالهوش خسارة خالص مع فيه من الكلام ده او من ده. فده شرط الاسد وجد فيبطل الشرط بس اللي هو ان سيد ياخد نسبة مية في المية او ما يدفعش خسائر خالص. تمام? عرفنا الحتة دي. اه في جزء ورا لسه ما كملناهوش اه. واذا لم يكن اتفاقا بين الشركاء على كيفية اقتسم الارباح خلاص فهنا كده يا سيد ان لو واحد اعفى من الخسارة او الربح. اه ده كده شرط الاسد وجد فيبطل هذا الشرط بس. مش يبطل عادة كله يبطل الشرط بس. بطلب مطلق. تمام? بلو ما كانش فيه اتفاق ما بين الشركاء على كيفية اقتسام الارباح. والخسائر. فيطبق حكم القواعد العامة. ازا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر. هيطبق احكام القواعد العامة. اللي هي بتقول لك ده ياخد نسبة كم? وده ياخد نسبة كم? تمام? كان نصيب كل منهم في هذا وذلك بنسبة حصته وفي رأس المال. يعني انت تفعت. مسلا رأس المال. نص كمة الشركة. يبقى القواعد العامة تحكم لك بخمسين في المية لو انتو ايه? ما قولتوش النسبة ما اتفقتوش عن النسبة في الكلام ده. خلاص. اه ماشي. وازا اكتسر تحديد نسبة الربح دون الخسارة اعتبر نفس النسبة والنصيف في الخسارة ايضا يعني برضو هتخسر خمسين في المية. والعكس صحيح. واذا كانت الحصة مكسورة على عمل احد الشركاء. واجب ان بقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لاهمية العمل للشركة. واذا قدم بالاضافة الى عمله نقودا فيجب ان يكون له نصيب عن العمل ونصيب عن النقود. بتقسمهم من بعد. خلاص. كلام ده سهل. خلاص عرفنا الحتة دي. كده عرفنا اللي هي حتة التوزيع الارباح والخسائر ماشي ازاي. تمام? لو ما كانش فيه هقولولكم بسرعة تاني. لو شرط الاسد وجد يبقى يبطل الشرط. وبعد كده بقى ايه? هيتفق على نسبك دي. هيتفق الشرط بس بتاع الاسد ده. تمام? واذا لم يكن اتفاقك وما فيش اتفاق. فالقواعد العامة بتقولك على حسب نسبتك مسلا. لو مسلا بيتحكم بالقواعد العامة. ثانية انا هقسم لك تقسيمة حلوة عشان دخلت حاجة شرط الاسد يبطل الشرط. حل? اه لو ما كانش فيه اتفاق ما بين الشركاء فالقواعد العامة بتطبق هي. تمام? وذلك بنسبة حصاته في رأس المال. يعني نسبة حصاتي في رأس المال كزا فبتتحدد على حسب القواعد العامة. لو اكتصر تحديد نسبة النجاح فبتبقى نسبة الربح يعني فبتكون اه دون الخسائر لو ازا اكتصر تحديد نسبة الربح دون الخسائر يعني الخسائر ما تحددتش اعتبار اعتبر نفس نسبة الربح يعني نسبة الربح مسلا. خمسين في المية وما حددتش نسبة خسارة يعني نسبة خسارة خمسين في المية. لو نسبة الخسارة حددتك خمسين في المية والربح ما حددتاش فالخمسين في المية برضو هتبقى خمسين في المية هنا. تمام? لو حاجة صاد حاجة تانية. وازا كانت الحصة مكسورة على عمل احد الشركاء قلنا فده بيكون بقدر عمله وممكن وبتقسم له لهو شرك بنكوت كمان فبتقسم له دي الوحدة ودي الوحدة. تمام. ركني نية الاشتراك كاحد الاركان الموضوعية الخاصة للشركة. معيش يا جماعة لو انا بعيد كتير. انا الاعادة دي مش عمششان حاجة. بس انت عشان المعلومة تثبت في موقع اكتر. ولو انا غلط مسلا لان انا الانسان ممكن يغلط يا جماعة عادي مفيش مشكلة. وانا اصلا طالب. بس انا بحاول بقدر امكان ما اقول لكش كلام غلط. او مسلا ايه? لو الحتة دي انا مش فهمها قوي ممكن ما اشرحاش او ممكن مسلا ايه? اقرأها بسرعة الكلام ده كله. انت ممكن تلاحز الحتة دي شوية. بس انا قليل جدا يعني ما بشرح لكش حتة بسلوب بس ايه? لو انا في حتة ما قدرش اشرح لك صح. ممكن ما اكملكش فيها. او ممكن مسلا ايه? اا اقول لك حاول تزاكرها انت. بس انا الحمد لله يعني بحاول اشرح لك عد ماضي. المهم من الخلاصة الكلام ده انها مسلا لو غلطت في حاجة او مسلا لغبطت في حتة او اي حاجة فبحاول اعيد لك من الاول. تأكيد وكمان لو انا مقسمت لك حاجة او قلت كلمة غلط فبتتعاد فبتتصح. فهمت قصدي? ركن نية الاشتراك احد الاركان الموضعية الخاصة للشركة. اا ده ركن النية. خلاص عرفنا. خلي بالك لازم تعرف ركن ركني. يعني بعد ما اخلص الاركان كلها بعد ما تفهمها كلها تيجي كده بطريقة سريعة. تحدد الاركان العامة والاركان الخاصة. وتكتب حاجات سريعة كده ملقصات سريعة لك كده عن الاركان العامة والاركان الخاصة. لان دي مهمة جدا لازم تعرف الاركان وتعرف ايلي بيبتل واللي مبتلش الكلام ده كله. حلوة ان ده مهم جدا. ركن نية الاشتراك. وهناعرف خلي بالك في البطلان ده بمفصل قدام يعني. يقصد بالرغبة الارادية ان الشركة لا تنشأ عرضا او اضرارا. انما تنشأ بين افراد يرغب كلا منهم فيما فيما يعني من الاخر اه الشركة عشان الكتابة ساعة بتبغل. الشركة اما اللي بيتفقوا. مش بتبقى حاجة غصبا عنهم او الكلام ده. تمام? وهي بذلك تختلف عن الشيوع الاجباري. باعتباره حالة مفروضة نشأة. عن سبب لا دخلها لارادة الناس اللي فيه فيه كالوفاء. مسلا. تمام? يعني مسلا. ان الشركة بعملها اراديا. الا بقى لو ورست شركة. واحد توفى مسلا. حصل حاجة. تمام? دي اول حاجة. تمام? تاني حاجة يا ويعني بالتعاون الايجابي بين الشركاء. اتخذ المظهر الدال على وجود التعاون الايجابي بين الشركاء بقصد تحقيق الربح. غرض الشركة كتقديم حصص. تمام? ده فيه تعاون ايجابي. عشان اهم حاجة في الاخر ان الشركة تكسب ونقسم حصص. تالت حاجة يقصد بالمساواة. ده بيفهمك معنا النية يعني نية ان انا اشتغل. النية دي ان انا وانا داخل الشركة عارف ان نيتي بمزاجي ان انا عامل الشركة دي. بنحددها انا وافراد باللدى. تمام? دي نيتي اول حاجة في النية. تاني حعرف نيتك لازم تبقى موجودة. لازم يكون في نيتك. ايجابا ان انت عايز تجيب ربح للشركة عشان تكسبه كلكم. في نيتك برضو عايز يبقى في مساواة. ليس المساواة الحسابية بين الشركاء. وانما المساواة بينهم في المراكز القانونية. يعني ده لي مرقز قانوني? بتسويه بده. يعني مش معنى ان سايد داخل بعشرين في المية وراجل ده سايد داخل بعشرين في المية. ملكش تلعب سيدي الكني وعم وخلني الراجل ده هو اللي يبقى معايا اكتر. لا. انت بتسوي قانونيا بين الناس دي كلها. دي اللي لازم تكون في نيتك. فلا يكون بينهم تابع ولا مدبوع ولا عامل ورب عمل. وانما يتعاونون الجميع في العمل على قتم المساواة. عشان اهم حاجة ان احنا نحقق الهدف. مش لازم يكون فيه تابع ومدبوع ولا العمل ولا رب عمل. لا. ده اهم حاجة كلنا واحد يعتبر. اهم حاجة نوصل للي احنا عايزينه. نحقق الربح. تمام? اه خلق الشخص المعنوي الجديد. وهذا ما يميز الشركة عن عقد العمل. مع الاشتراك في الاربع ازا كان العامل يظل تابع لرب العمل. لو مسلا انا مضي عقد عادي. ان انا عايز اتابع لرب العمل. اه عمل ورب عمل. فانا بمضي منه بعد عشان نحقق الربح لنفسي بس لا. ده عكس عكسه عكس الشركة. الشركة احنا بنشغل كلها على المساواة. بيبعزين هدفنا نحقق الربح. حاجة ايجابية ان احنا نحقق الربح. ان احنا فيه رضا واحنا بنعمله. ده مش حاجة اجبارية علينا. تمام? مش حاجة بتجبرك يعني. مش قادرة تعمل الشراكة. ما تعملها يشكراها دماغا. حل? اه وخلاص الاركاين الشكلية للشركة. احنا فوتنا حاجة ولا حاجة? انا عايزة انا عايزة قطر معلش بقى لو الفيديوهات الجاية قطرت فيها بس. والله انا بطعب لان انا بقى واقف التصوير كله وفيه ايدت وحوارات تانية. فالحوار مسهل يا جماعة بالنسبة للتصوير والله انا بحاول على قد ما قدر ان اصور. دي حاجة غاز بنعني مش حاجة بنعني مش حاجة بتتكبرني على كده. فيامني بس هي الفكرة ان مسلا بصور مسلا الفيديو ده اعتبر في ساعة ونص على حسب بقى ما زبط لسه الجو ده والدنيا دي. اه وبعد كده اروح اعمل له ايدت بيعتبر نص ساعة ساعة ورافع فالحوار بيتول قوي جماعة. المهم انا بقول لك يعني ان انا بحاول والله على قد ما اقدر ان انا انزل فيديوهات. الاركان الشكلية للشركة. الكتابة شرط الانعقاد وليس فقط للازبات. دلوقتي بقى عايزين نعرف خلاص عرفنا الاركان يعتبر الخاصة الاركان الموضوعية الخاصة. عايزين نعرف الاركان الشكلية للشركة. ايه الشكلية بتاعة الشركة والكلام ده? اول حاجة بالنسبة للشكليات. عايزين نعرف شرط الانعقاد وليس فقط للازبات. الكتابة احنا نكتبها ده شرط للانعقاد. وليس فقط للازبات. الكتابة لازمة لانعقاد عقد الشركة صحيحا. يعني دي حاجة صحيحية ان انت عشان تعمل شركة لازم تكتب عقد. عشان آآ يكون لازم لنعقاد عقد الشركة صحيحا. فهي ركن من اركانه. يعني ده ركن من اركانه اللي هو كتابة العقد. وليست مجرد وسيلة للاثبات. يعني مش عشان تكتب العقد ده. مش عشان بس انت تكتبه عشان لو حصل اي مصيبة او حاجة في الشركة تاخد العقد ده وتديه المحكمة وتقول ان انا اللي هي نسبة الكلام ده كله وتعارض. لا ده مش بس شرط للاثبات. ده شرط للانعقاد. عشان تعمل الشركة اصلا لازم تكتب العقد ده. تمام? وبيقول لك كمان وصيلة الاثبات خلاص. اه فعقد الشركة غير المكتوب باطل. يعني انت مش كاتب مش كاتب عقد. وعملت شركة مع واحد او تلاتة او اربعة. ده يعتبر انت كده الشركة دي باطلة اصلا? او باطلة. لازم تكتب العقد. ده شرط الانعقاد والاثبات. ودي حتة مهمة. خلاص? وهذا القاعدة عامة تسري على عقود الشركة التجارية والمدنية. يعني اللي اتنين. شركات تجارية ومدنية. لازم تكتب العقد. علشان الشركة دي تكون حقيقية اصلا. تكونت عملت. ده مش شرط بس الاثبات للانعقاد. لان في حتة قدام. هنفرق ما بينه عشان كده بركز اوأ عن نقطة دي. ولا يستثنى من ذلك الا شركات المحصة التجارية. يعني شركات المحصة التجارية هي الوحدة. آآ عفاها المشرع من هذا الركن صراحة. يعني مش لازم مش شرط الاعقاد في شركة المحصة وحدها اللي هي التجارية ان انت لازم تكتب عقد. لا ده عادي ممكن يكون من غير عقد. تمام? آآ وده اللي قاله صراحة وهناك رأي نؤيد يقول ان عقد شركة المحصة سواء مدنيا او تجاريا اللي يشترك كتابته لانه لا ينتج عن الكتابة شخص معناوي جديد. انت كمش تعمل شخص معناوي جديد يعتبر كل واحد يعتبر بيشتغلت برضو ايه? لنفسها او حاجة زي كده. وكما ان الكتابة لازمة في عقد الشركة فهي لازمة في جميع التعديلات الذي يدخلها الشركاء على هذا العقد. وإلا كانت التعديلات باطلة. اذا كانت الكتابة لوجود عقد الشركة فهي بالضرورة لانها ايضا لاثباته يعني ويقولك برضو ان ده ضروري عشان تثبت برضو ان انت في محصة ما بينك وما بين الناس دي كلها شركة محصة. ولا يثبت عقد الشركة بالنسبة للشركاء في مواجهة اه بعضهم او مواجهة الغير الا بالكتابة. يعني برضو انت في الاخر بيقولك ان مش ضروري. مش ضروري عشان شركة المحصة دي ان انت تكون اه شركات تجارية محصة. ان انت تقول عليها شركة تجارية وتعملت وكده مش لازم للعقد. بس ده ضروري الاثبات. فانت كتبه من الاول وراح دماغك. تمام? واذا انتقلت الكتابة مش لازم يعني. معناها ان مش لازم بس الافضل لك بالكلام ده ان انت تكتبه. عشان هيثبت بالكتابة. تمام? واذا اه انتفت الكتابة اعتبر عقد الشركة باطلا دون اثر رجعي فيجوز الشركاء اثبات الوجود الفعلي للشركة بكافة الطرق. يعني هنا لو انتفت الكتابة بتاعت المحصة بيكون عقد الشركة باطل دون اثر رجعي. تمام? فيجوز الشركاء بقى اثبات الوجود الفعلي بقى لو بكافة الطرق الاثبات. ولكن يشترب بالفعل ان تكون الشركة بشرة اعمالها يعني لازم تكون اشتغلت مش لان عملت شركة محصة ما اكتبتهاش والكلام ده وعايزين تثبته انها موجودة لازم كده تثبت بكافة الطرق بقى والكلام ده تمام? اه الاصل انه لا يجوز اثبات عقد الشركة الا بالكتابة. يعني في الاصل ما ينفعش تثبت الشركة دي الا بالكتابة. ولكن بالنسبة للغير يجوز للغير اثبات ذلك بكافة الطرق. يعني لو انا سيد جيت اثبت شركتي شركتي فلا يجوز الا بالكتابة. لكن للغير لو هم بيتعاملوا معك بقى لهم وقت. بتعامل مع شركة المقاولين العرب. وشركة المقاولين العرب مش كدبه عقد. تمام? فانا عايز اثبت لجوز للغير ان هي تقول ان الشركة دي شغالة تثبتها. عملها بقى بالكلام ده كله. حل? انا خلصنا عرفنا حتة دي. تعال انا اعرف الشهر. والشهر دي حاجة مهمة. الشهر معناها بالنسبة للشركات المدنية لا يعد الشرط اه لصحة العقد. يعني ده مش الشرط عشان يكون العقد صحيحا. وانما هو شرط للنفاذ. ولو ما اكتملش الشرط ده ممكن يبطل. فاكن لما قلنا ان الشرط ده ما يبقاش نافذ? يعني لو مش نافذ يعني ممكن حد من برة يبطل العقد. زي المسلا اللي كنا بنقوله التمنتاشر سنة. هنا نفس الكلام. الشهر مش شرط لصحة العقد. ولكن لعدم نفاذه. يعني ممكن مش هيكون نافذ في مواجهة الغير. اما بالنسبة للشركات التجارية فلقد تطلب المشرع التجاري شهر العقود التأسيسية هنجزم تشير العقد التأسيسي للشركة بتاعتك اللي هي شركة المحصة لعدم تمتاحها بالشخصية القانونية. اه فلقد تطلب المشرع التجاري شهر العقود التأسيسية باستثناء معلش انا ما عرضش هيحة دي. يعني ممكن انت لازم علشان شركتك شركاتك تنفذ وهنعرف لو ما عملش النفاذ ده قدام هيحصل ايه? لو ما عملتش النفاذ ده في الشركات التأسيسية عملت عقد شركة تأسيسي حلو. والعقد ده ما رحتش شهرته في خلال مدة معينة. اه مكتوب المدة هنا ولا انا اخدها قدام اه تقريبا كالتلاتين يوم. المهم اه العقد ده لو ما رحتش قدمته باستثناء عقد المحصة ده كده هيكون غير نافذ. تمام? لعدم تمطحها بالشخصية القانونية. اعتبر الشهر اجراء جوهالي. يعني مهم خلي بالك. اجراء جوهري. يترتب على تخلفه بطلان لعقد. يعني ممكن حد يبطل لك العقد. ولا تكتسب الشركة غير المشهرة الشخصية المعنوية. يعني ما بتاخدش اي شركة اه ما تشاهرتش الشخصية المعنوية. اعتبر ملكي الشخصية معنوية. وهنعرف قدام خلي بالك فيه مشاكل للشهر ده. كده خلصنا جزء النهاردة. كما فوت ناخد الحتة دي كمان مشكلة. عشان نفهم الحتة اللي بعدية. بس يحاول لنا عيدة شهر تاني مع المرة الجاي. كده خلصنا الجزء ده. اه دعواتكم بقى تحت وخلاص بقى. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.